مدارك من الهواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويوم جديد وملعب جديد من ملعب الاهلي حلقة النهاردة في اليوم الثاني في الاسبوع الثالث اللي طبعا شهد لقاء نجوم F-C مع المقولين العرب واللي انتهى بفوز المقولين العرب 2-0 وأول هدفين في فرقة نجوم F-C في الجزء الثاني النهاردة من الحلقة يبقى معايا كابتن ماهر همام وكابتن قسامة عربي هنتكلم على اليوم الثاني في الاسبوع الثالث وهنتكلم طبعا اكيد على الدوري بشكل عام وكمان هنتكلم بالتأكيد على مباراة الترجي والمواجهة الافريقية مع النادي الاهلي وكمان انا كمان يمكن في البداية هبقى بعد شوية هكلم معاكم على التشكيل المتوقعة ومين رجع من الترجي وقوة الترجي الضاربة في بعض الاسماء اللي رجعت من جديد لفرقة الترجي لكن في البداية كنا يعني متكلمت مع حضراتكم من حوالي يوم او يومين ان احنا هنبدأ النهاردة في حلقة ملعب الاهلي في دردشة مع كل جماهير النادي الاهلي بل كل الجماهير المصرية بشكل عام حكم المنطق والعقل قبل ما تاخد قرار او تتكلم في اتجاه او التعصب بتاعك او انتمائك ياخدك لسكة ما كانتش موجودة زمان حكم المنطق والعقل حكم التاريخ والارقام حكم حاجات كتير جدا جدا عشان نوصل دايما للغة التفاهم له حوار ممتع وشيق كما كان في الماضي في الستينات والسبعينات والتمانينات والتسعينات لحد بداية الالفية التالتة او بداية القرن الواحد وعشرين في الستينات والسبعينات والتمانينات رغم ان ما كانش فيه ميديا كتير ورغم ان ما كانش فيه توجيه كتير او وعي انصح التعبير كتير لكن كان في احترام سائد ما بين الكبير والصغير ما بين النجم والصاعد ما بين الأندية وبعضها ما بين الكبار الأندية وأشهر الأندية والنجوم اللي في الأندية وكل فئات المنظومة أو كل الناس المسؤولة في المنظومة إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن في الستينات والسبعينات والثمانينات كان في احترام متبادل لكن مع بداية الألفية الثالثة بدأت بعض الأقلام بدأت بعض اللسان أو بعض الألسنة تبدأ تتكلم وتشكك في بطولات كتير جدا وإنجازات كتيرة وتحديدا مع النادي الأهلي عشان كده إحنا سمينا الفترة الأولى أو الفقرة الأولى النهاردة من ملعب الأهلي اللي اختشوا ماتوا يعني مش مطلوب أبدا من الكبير دايما إنه هو يفضل ساكت مش مطلوب دايما من الكبير إنه هو يطنش ويعمل نفسه مش سامع باله مش مش واخد باله أو مش سامع حاجة مش مطلوب كده مش مطلوب لما تكون معظم اللي موجود في الفضائيات أو الأستوديات التحليلية التحليلية أو الآراء أو وجهات النظر أو الألسنة يعني مش عايز أقولك كل لكن المعظم أو الموجود الفئة الأكبر كلها رايحة في اتجاه يعني ما بين واحد بيعمل نفسه مش واخد باله من الإنجازات والبطولات والأرقام اللي بتحصل وما بين يعني واحد كمان ممكن يتطاول وتجاوز ويشكك في حاجة كبيرة جدا جدا عشان كده قلنا فين الأمانة اللي عندنا فين الأمانة اللي إحنا نستلمناها واللي المفروض نسلمها للأجيال اللي بعدها هنقول إيه للناس اللي رحلت عننا طب اللي موجودين بندفع عنهم أو بندفع عن نفسنا قبل ما بندفع عنهم وبندفع عن ندينا طب الناس اللي ماتت هنقبلهم ونقولهم إيه الناس الشموخ والرموز والأساطير اللي ماتت وسبت لنا النادي ده أمانة في رقابتنا سبت لنا النادي أمانة في رابطنا من الإنجازات والبطولات والقيم والمبادئ والأسس والحاجات الكبيرة جداً اللي تعلمناها واللي مازلنا يعني متربيين عليها واللي مصررين إن احنا نكمل فيها الأساطير اللي واحد من نجومها وواحد من رموزها وواحد من مؤسسيها قدامكم على الشاشة هنقول لهم إيه زي ما عندك واجب دايماً على المستوى الديني وعلى المستوى طبعاً يعني العقائدي بتاعك كمان فيه واجب يعني على المستوى الاجتماعي أو المستوى الدنيوي كمان لما حد بيسلمك أمانة أو حد بيحملك أمانة ويقولك دي أمانة في رقابتك إن انت مش شرط باللسان على فكرة ومش شرط من خلال وصية لكن من خلال أفعال من خلال مواقف من خلال كلمات لازم تكون قدها قدها وقدود إن انت تحملها أنا بتكلم على اللي فات ما بتكلمش على اللي جاي بس أنا بتكلم على اللي فات اللي فات اللي ناس كتير جداً مصرّة أني هتشكك فيه اللي فات اللي رغم كل البطلات والصعوبات والإنجازات ورفع اسم البلد قبل ما ترفع اسم ناديك وفرقتك بترفع اسم بلدك كتير جداً بيشككك فيها وكتير جداً بيروح يتكلم عليها عشان كده اللي اختشوا ماتوا اللي اختشوا ماتوا يعني محدش أبداً يتكلم معاك بالشكل اللي يديقك أنا ما همنيش من ياخد الدوري السنة دي ومن ياخد الدوري السنة الجاية المقاولين الإسماعيلي بيرامدس اسموحة أي فرقة تاخد الدوري إزا مالك رغم أن لسه السبع سنين ما خلصوش كالعادة هو الأهلي معتاد كل سبع سنين يفوت سنة أو يهدي سنة أو يهدي سنة رغم أن السبع سنين ما خلصوش لكن ممكن الأسطورة بتقول كده ده مش مقياس ده مش قانون دي مش ليحة لكن في النهاية ممكن تحصل ده أنا ما همنيش أبداً من ياخد الدوري السنة الجاية أو السنة دي ما همنيش قادر أن أنت ترجع من جديد حصلت كتير جداً حصلت في الثمانينات حصلت في السبعينات حصلت في التسعينات حصلت حصلت أن أنت بتتفوق سبع سنين تمان سنين تسع سنين اللي عايزة وصله واللي عايزة أقوله اللي اختشه ماته يعني لما بتكون أنت بتشكك في إنجازاتي وألقابي وبطولاتي بتشكك فيها بتتكلم بتتكلم في تاريخي ولما أجي أكلمك على أرقامك الحقيقية تتقمص وتزعل وتتدايق وتعمل هجمات وتعمل تجاوزات وتهين وتتكلم بدل ما تتكلم حتى في النقط يا أخي يا أخي اتفرج حتى على فيلم صلاح الدين يا أخي قالك صلاح الدين يحسن إرسال سفراؤه يا أخي خلي اللي بيتكلم عن لسانك واللي بيتكلم عن طريقك يا أخي بيعرف يتكلم حتى يعرف يبقى يوصل حتى يبقى عنده الحتة التوجهية والحتة اللي مفروض ظهر على الشاشة سيبك من الحتة الإعلامية وكلنا بنتكلم في الخبرة بتاعتنا على الأقل ما يشككش في فيا ما يشككش في إنجازاتي وبطولاتي ما يشككش في مضية ما يشككش في تاريخي أنا بتكلم في معلومات بتكلم في أرقام لا باهين رمز ولا باهين وحشا لله أن أنا هنا رمز إزاي تكلم على حسن شحاتة وتكلم على إبراهيم يوسف وإسماعيل يوسف وحمد أمام وحنا في بصام وأحمد رفعت ومحمود دابورجيلا واتكلم على أيمن عبد العزيز في الناس وعبد الواحد السيد ومحمد وحزم إمام وكل المجموعة وخالد الغندور كل المجموعة ديت